السلام عليكم واجهة الموت اليوم سنجد معكم واحد الأكلة أو المقبلة أو التحلية مشهورة في المنطقة الشرقية المغرب توجد خصوصا وأساسا في واحد جوجة المناسبات اللي هما ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم وفش تكون شمراء ترزقات بشي وليد أو لابنيتها توجدها تتحط في المائدة ديال الفطور أو لديالأتي أو لفكول اللوغس كاتحط هذا الكلا هي تقنطة alors aujourd'hui on va préparer un mai spécifiquement originaire de la région orientale du Maroc ça s'appelle la تقنطة ce mai il se prépare principalement pendant deux occasions à l'occasion de la mémoire de la naissance du Prophète صلى الله عليه وسلم et aussi lorsque la femme elle a وكوش sans tarder je vous laisse avec les ingrédients et la préparation 50 g de sésame que j'ai doré quelques minutes au four 60 g de sucre glace on va prendre un récipient de préférence une cocotte on va la mettre sur le feu et on va laisser et on va la laisser et on va la laisser On va la laisser sur la cu shocked ous-en-appkich ous-en-appкр Duens la cuFI Nous devons dit ton Individual ho sous-acest Tiens ماهو نحب سوش مضيف بالله وصف الشباب يشغل الوضي بجاء وضع الوضيانه في اقومه حتى ينزل اتأتي مضيفة اضافة لعضونا نضيفة الوضع ونضيفة نضيفة في اضافة الوضع ونضيفة حتى المضيفة يجب أن يكون يعدون للمزيد من البرلم ويتم جزيز على مزيد ويجب أن يجب أن نضيف البيان تحتاج إلى تقريبا بمزيد من الوضع فجل على المزيد من الوضع ولكن من المزيد من الوضع نحن أيضا كنت مرحبا تبطأ الضوء ثم نضيف البيان نضيف البيان ثم نضع هجمع سيزام نضعه و بعد ذلك هجمعنا نستطيع الحمد الكرامي طيفوك على العفية و نضيفه و نضيفه و نضيفه بشكل كبير و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه العادة تقول أن التقنطة تتكالب تتمر تنحلو التمرة تنحي ضمنا العظم وتنعمروها بتقنطة و تنكلوها و كين اللي تيكل يكلها بالمعلقة اللي بغيتو الطريقة اللي بغيتو بصحة والراحة نتمنى أن الوصفة تكون عجباتكم ما دنساوش تبرتجوها مع الناس اللي عزت عليكم وتشاركو معنا في القناة باش يوصلكم الجديد مالذي ترتهوري تحديق تتكالب تتكالب في مرحلة المنزل يتعرف على الجزائع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إلى اللحظة إلى الانتباع الوصول على البيان